وأهلا بكم طالب المركزي الإماراتي البنوك العاملة بالإمارات بدراسة وتقييم المعايير المحاسبية الجديدة والتي سيتم اعتمادها لتعزيز شفافية وكفاءة أداء البنوك والتي توقع أن تؤدي إلى رفع قيمة المخصصات لمواجهة الصدمات وتأثيرات انخفاض أسعار النفط نلقي ندرة في هذا العرض على أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في الإمارات ونبدأ أولا مع الأصول والتي شهدت نمو ابتداء من سنة 2013 كانت في حدود تريليونين ومئة مليار درهم إماراتي لتصل في حدود الربع الأول من 2016 إلى حدود تريليونين واربعمائة وتسعين مليار درهم إماراتي ائتمان البنوك أيضا بدوره شهد نسبة نمو وارتفاعات إلى حدود تريليون وخمسمائة وعشرين مليار درهم إماراتي هذه النسبة والقيمة كيف تتوزع في الإمارات لدينا الحكومة لديها نسبة 11% من مجموعة لإئتمان في دولة الإمارات والقروض المقدمة القطاع العام أيضا لديه نسبة 12% والقطاع الخاص متمثلا في التجاري والصناعي والأفراد ومؤسسة مالية غير بنكية يمثل أيضا نسبة ثانية بحدود تجاري والصناعي 46% الأفراد 22% ومؤسسة مالية 2% وغير مقيمين لديهم قرابة 7% من مجموعة لإئتمان بالبنوك الإماراتية ودائها البنوك الإماراتية بدورها شهدت النمو إذا ما قارنناها ب2015 كانت في حدود تريليون و470 مليار درهم إماراتي لتصل في الربع الأول من 2016 إلى حدود تريليون ونصف تريليون درهم إماراتي هذه الودائع كيف تتوزع في الإمارات؟ إذن لدينا الحكومة لديها نسبة 10% من مجموعة هذه الودائع القطاع العام أيضا لديه نسبة 13% من مجموعة الودائع القطاع الخاص لديه النسبة الأكبر بحدود 63% مؤسسات مالية حوالي 2% وغير مقيمين 12% هي نسبة غير المقيمين في مجموعة الودائع بالإمارات العربية المتحدة نسبة الإقراض بالقطاع المصرفي وهي تمثل بعض مؤشرات الخلل بالنسبة للقطاع المصرفي نلاحظ أن في 2014 نسبة الإقراض كانت في حوالي 97% المركز الإماراتي يوصي بأن لا تتجاوز هذه النسبة حوالي 100% لكن تجاوزت هذه النسبة في 2015 وبحدود 101% سجلت وأيضا في الربع الأول من 2016 سجلت هذه النسبة حوالي 101% وبالتالي هذا مؤشر على ارتفاع المخاطرة في عمليات الإقراض وأيضا أعلى نسبة إقراض هي لدى أبو ضبي التجاري استثمارات البنوكة الإماراتية كيف تغيرت؟ ارتفعت من حوالي 250 مليار درهم سجلت في 2015 إلى حدود 264 مليار درهم خلال الربع الأول من 2016 مخصصات القروض غير العاملة ببنوكة الإماراتية هذه المرة كيف تغيرت؟ أيضا لاحظنا في 2014 كانت في حدود 71 مليار و600 مليون درهم إماراتي 2015 كانت في حدود 72 مليار و400 مليون درهم وترتفع هذه المخصصات خلال الربع الأول من هذا العام إلى حوالي 74 مليار و400 مليون درهم إماراتي طبعا ارتفاع هذه المخصصات يعود إلى تراجع أسعار النفط وأيضا بعد بوادر التباطئ في الاقتصاد العالمي وبالتالي المصارف تذهب إلى الرفع من المخصصات لمواجهة أي قروض متعثرة لديها المخصصات العامة هذه المرة بالبنوك الإماراتية نلقي عليها ندرة طبعا لديها ارتفاعات تسجل ارتفاعات في 2015 بحوالي وتسجل قيمة 26 مليار ونصف المليار درهم في الربع الأول من 2016 أيضا تسجل حوالي 26 مليار وتسعمائة مليون درهم إماراتي وكما ذكرنا بعد بوادر تباطئ الاقتصاد العالمي وأيضا ما رافقها تراجع أسعار النفط وارتفاع في القروض المتعثرة هذا كله يؤثر طبعا على ارتفاع المخصصات سواء بالنسبة للبنوكوة في الإمارات ككل نسبة كفاية رأس المال هذه المرة نلقي عليها ندرة في 2013 كانت في حدود 19.3% 2015 في حدود 18.3% وتتراجع هذه النسبة تقريبا إلى حدود 18% هذا طبعا يدل على الضغوط التي تتعرض لها المصارف وأيضا القطاع المصرفي في ظل التوترات الحالية وأيضا الإبهام حول نموء الاقتصاد العالمي إذن كانت هذه أبرز مؤشرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة